بالفعل لم تتوقف الصواريخ القادمة من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية بعد نحو أسبوعين من السابع من أكتوبر هذه الصواريخ طالت عدد من المدن الإسرائيلية والبلدات الإسرائيلية المختلفة وصلت حتى القدس عسقلان سدود ومناطق أخرى طلتها هذه الصواريخ التي خرجت من قطاع غزة ردا على العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة كما تقول الفصائل الفلسطينية مع كل مرة يسقط فيها صاروخ في أي من البلدات أو يكون هناك اعتراض لهذه الصواريخ بطبيعة الحال يكون هناك إطلاق لصافرات الإنظار وهو ما يعطل ويشل الحياة بشكل كامل بدر في مختلف المناطق مع كل مرة هناك إطلاق للصواريخ من غزة تشل الحياة بشكل كامل في المنطقة التي يسقط فيها هذا الصاروخ أو على الأقل يعترض من قبل القبة الحديدية وهو ما يزيد من الضغوط على الجانب أو على الحكومة الإسرائيلية التي تضع خطتها الآن للدخول بريا إلى قطاع غزة كما يتناقل الإعلام الإسرائيلي وكما يقول المسؤولون الإسرائيليون الذين يوجهون الآن خطاباتهم للحديث حول الاستعدادات التامة بالدخول بريا إلى قطاع غزة المعركة ستكون طويلة وقاسية ولكنها قادمة كما يقولون أيضا بدر على الجانب الآخر في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة في القدس لم يستطع سوى ما يقارب من سبعة ألاف فلسطيني الصلاة أداء الصلوات صلاة الظهر في المسجد الأقصى بعد أن أحكمت قوات الاحتلال الإغلاق على كافة الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى حول الفلسطينيون أداء الصلاة في كل من باب الإصباط باب العمود ومنطقة وادي الجوز ولكن في كل هذه المناطق قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين بقنابل الغاز والمياه العادمة هناك شهدان أيضا في الضفة الغربية وهناك اقتحامات لعدد من المدن بالآليات العسكرية التي شهدت بعض المواجهات مع الشبان الفلسطينيين أريد أيضا أن تطلعين عن أي ردود فعل من قبل السلطات في إسرائيل بشأن إطلاق سراحة الرهينتين الأمريكيتين مساء هذا اليوم قبل القسام في غزة بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن حماس تحاول من خلال إطلاق سراحتين الرهينتين الأسيرتين تأخير عملية الدخول البرى الاجتياح البرى لقطاع غزة والتركيز ينصب كما قال نتنياهو وكما قال مسؤولون آخرون التركيز ينصب على تحرير كافة الأسرى المتواجدين داخل قطاع غزة بطبيعة الحال إطلاق سراحة الأسيرتين من قطاع غزة وإن قابلته واشنطن بالترحيب تقابله أو يقابله أو تقابله إسرائيل بالكثير من التشكيك بنوايا حماس بإطلاق سراحة هاتين الرهينتين وتقول إنها مصممة على الاستمرار بعملياتها وبخطتها لاستهداف قطاع غزة وحماس في قطاع غزة بالرغم من إطلاق سراح هاتين الرهينتين إذن إسرائيل ترى أن قطوة حماس بإطلاق سراحة الرهينتين التي قالت أو قالت حماس أنها تقوم بذلك لأسباب إنسانية هو فقط لتأجيل العملية البرية التي تنوي إسرائيل الدخول بها إلى قطاع غزة شكرا جزيلا لك يا رما أبو حمدي أمنا